السلام عليكم ورحمة الله ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية كل سنونتوا طيبين العيد بكرة رمضان ادخل السابنة يعد عليكم وعلينا وعلى أمة المسلمين بخير يا رب نرضى هنعمل مع بعض يا حبيبي الحليب المكسف المحلة طريقته سهل وبسيطة وفي الخلاط ومأديره موجودة في كل بيت طبعا هو ده البديل مش هقول لكم لا بس بيدينا نفس الطعم الحليب المكسف المحلة ده بيتعمل منه حلويات كتير قوي وفي المرحلة الجاية هنعمل منه حاجات كتير بالطريقة دي وانا عاملها النهاردة مخصوص عشان هعمل لكم الايس كريم في الخلاط وهحتاجه فقلت هعمله لكم علشان ما تتحججوش وتقولوا ايه؟ طب هنجيبه منين؟ هو بيتبعفر بتصبر مركات بس طبعا بيبقاه أكيد غالي طب ما قدروا عندنا ما نعملهش ليه وزي ما انتوا شايفين القوام بتاعه طحفة فوش اي حاجة وسهل وبسيط هنعمله مع بعض يا حبيبي لايك واشتراك يلا بينا هنقول المقادير بسم الله نص كباية مياه سخنة معلقة زبدة سيحة كباية لبن بودرة كباية سكر بودرة بسم مقاديره سهلة وبسيطة وامري لا نبدأ بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هنحطي ايه؟ الزبدة السيحة المياه سخنة انا حطيت بصراحة نص ربع كباية اللي معايا المياه الاول عشان هشوفوها لو تحرك معايا وهيبقى قوامه مزبوط خلاص ما تحركش حطيت الربع التاني واحدة واحدة كده المياه بتحته بنحطها بنبدأ بربع كباية وبعد كده بنحطه الربع التاني نضربه في الخلط فوش حاجة سهلة وبسيط وهنحتاجه في حلويات كتير في الناس كتير بتستعملوا وفي الناس ما بتستعملوش ما بتسمعش عنو فاحنا دلوقت اهو زي ما انتو شايفين ما خدش اي حاجة سهل وبسيط ما قدروا عندنا في البيت ما نعملهوش ليه؟ بيتحطي في بطرمان في علبة وتغطيه وتحطيه في التلاجة بيقعد من 3 اسابيع لشهر لو هتستعملي في اي حلويات في حلويات طبعا مقصصة بتتعمل منه يعني امر اي لا انا عملاه مخصوص الايس كريم بالحليب المكسف المحلق عملته عشان كده عشان ما تقولوش طب هنجيبو منين ومش هنجيبو منين ايس كريم الخلاط سهلة هيبقوا بسيط شفتوا الكوام بتاعه تحفظ زي ما قدروا عندنا ما نعملهوش ليه وهنستعمله مع بعض فيديوهات تانية بأمر الله حبيب قلبي اتمنى اللي هتفرج على الفيديو ما ينسانيش لايك واشتراك بأمرك يا ربي اصيبكم في رعاية الله